قد تكون الفائدة الوحيدة من خروج ميشيل اسميحة من سجنه على قوى الرابع عشر والثامن من اذار انها نفخت الروح من جديد في هذين المعسكرين السياسيين الا ان الانقسام حول هذه المسألة لا يعد كونه خلافا على الطريقة اللبنانية اذا اسميحة هو من صلب الثامن فجاء تصويب عليه من الرابع عشر عبر نافذة المحكمات العسكرية لكن احدا من الفريقين لم يدخل المحكمة من ابوابها في زمن الود السياسي للسؤال عن جدوى استمرارها الا حين تكون قراراتها معاكسة لاهوائه في خلال البحث في هيكلية المحكمة واذا ما تجاوزنا كل الجدل القانوني في طبيعة هذه المحاكم الخاصة التي لم تعد موجودة في الدول الديمقراطية الا لمحاكمة العسكريين لانها تفتقر الى شروط المحاكمة العادلة للمدنيين هناك عدة مفارقات يمكن تسجيلها المفارقة الاولى ان رئيس المحكمة هو اضابط من رتبة مقدم وما فوق ولا يحوز اجازة في الحقوق وهذا ما هو حاصل مع الرئيس الحالي العميد خليل ابراهيم الذي يطلق عليه لقب القاضي وفق قانون القضاء العسكري ما في ولا اي نص بقانون القضاء العسكري يفرض ان يكون رئيس المحكمة العسكري الديمي او المستشارين او الاعضاء مجهزين في الحقوق دايما بيكون في مراعاة لا اختيار رئيس المحكمة العسكري الديمي يعني لا نعطي مثل رئيس المحكمة العسكري الديمي الحالي صحيح هو عميد طيار ولكن هو سبع سنين مستشار بمحكمة التمييز العسكرية يعني هالخبرة اللي بيخضى خلال هالسبع سنين هالسبع سنوات هي خبرة كتير كافية لحتى يقدر يترقص محكمة العسكرية هذه المفارقة تنسحب على باقي الضباط داخل المحكمة العسكرية في مختلف الهيئات ومنها هيئة محكمة التمييز مثلا التي ميزت قرار ادانة اسميحة حيث تتألف من اربعة مستشارين عسكريين ورئيس من القضاء العدلي لا يمكنه بطبيعة الحال من حيث المنطق البت باي قضية بمفرده لان القرار يؤخذ بغالبية الاصوات اما محكمة التمييز العسكرية تختلف انه رئيسه هو قاضي عدلي قاضي من ملاك القضاء العدلي مثل القاضي طاني لطوف هو قاضي من ملاك القضاء العدلي يترقص محكمة التمييز العسكرية كيف يقدر اراد محكمة التمييز بالاغلبية؟ كمان بالتصويت يعني ما هو اربع ضباط نعم يعني اذا الاربع ضباط اقرروا اكيد بيمشي حتى اذا هو ضد حتى لو كان هو مخالف ولكن اذا كان في اي يعني الامر ليه بالعسكرية الامر ليه العسكر يعني حتى بتركيب تتعين يعني عطين ميالة بتركيبة ان يكون العسكري هو يعني التكوين العسكري هو هي محكمة عسكرية اساسا هي محكمة عسكرية اساسا ولكن وجود قاضي عدلي ان كان بالمحكمة العسكرية الدايمة او على رأس محكمة التمييز العسكرية هو لخلق بعض التوازن بالقرارات المفارقة الاخيرة ان تعيين قضاء المحكمة العسكرية يعينهم وزير الدفاع بقرار وزاري عند مطلع كل اول عام وهذا ما حصل مع القضيين في هيئة التمييز التي تحدثت عن استبدالهما جريدة المستقبل لخدمة قرار تخليات السبيل فهل مقبل تموضع من جديد واصبح في الثامن من اذار وهو التابع سياسيا للرئيس السابق ميشيل سليمان العائد من السعودية قبل ايام معدودة من خروج اسمحة وهذا مستبعد وبالتالي كل هذه الضجة تبدو مفتعلة وللفريقين يدون في اخراج الرجل سيبينها المقبل من الايام رامز القاضي قناة الجديد